الملكة المتحدة والشعبين الصديقين وسبل تعزيز وتطوير أطر التعاون الثنائي المشترك في المجالات كافة إضافة إلى آخر التطورات والأحداث الإقليمية والدولية عقبتها زيارة لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة اجتمع جلالة الملك المفدى خلالها بأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زيد الانهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى لقوات مسلحة حيث جرى استعراض العلاقات الأخوية التاريخية الوثيقة والمتميزة التي تجمع مملكة البحرين وشقيقتها دولة الإمارات العربية المتحدة والتشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا والمسجدات الراهنة بما يعود بالخير والمنفع والاستقرار على البلدين والشعبين الشقيقين رافقت جلالة الملك المفدى سلامته في الحل والترحال